كحال معظم معالم العراق وآثاره المهملة منذ عام 2003 تحاكي هذه المشاهد ما حل بأحد القصور الرئاسية في محافظة بابل من إهمال وخراب بدلا من تحويله لمعلم سياسي يسهم في دعم قطاع السياحة لكونه ملكا عاما من أملاك الدولة البعد السياسي لوجود القصور الرئاسية لم يستبعد من حسابات الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد وهو ما جعل الكثير من زوار قصر بابل يطالبون الجهات المسؤولة بالكف عن استحضار الماضي على حساب إهمال الحاضر وبإعادة النظر في مسألة إعمار القصر والاستفادة منه بدلا من هدر الأموال هنا الجانب السياسي يجب أن يستبعد وأن ينظر للموضوع على أنه معلم تاريخي بالإمكان استثماره سياحيا من خلال مثلا أما ترتيبه وتحويله إلى متحف يضم مقتنيات الحكومة السابقة النظام السابق أو بالإمكان تحويله إلى متحف يعني يتلعى مع طبيعة المنطقة التي يوجد فيها هذا القصر لا أعرف أين تذهب هذه الميزانيات لترميم أتمنى أن يكون لهم فد رؤية جديدة بهذا القصر لأن هذا أول شيء موجود على مكان مرتفع يكون مكان سياحي أيضا يستغل بشكل صحيح لا مانع من عدم إعادة ترميم قصر بابل الرئاسي سوى الإهمال الحكومي للقطاع السياحي كما يؤكد معاون محافظ بابل حمزع بيت حقيقة بعد سقوط النظام صارت علي عمليات السليب والنهيب والتدمير وترك من قبل الحكومات المحلية السابقة لأنني اتصرت بالأخ مدير العقود سابقا وأبلغني بعدم تقدم أي شركة مختصة لجعله كمتحف يعني ليس شركات رصينة وبحسب مراقبين فإن السبب الحقيقي لإهمال الكثير من المنشآت السياحية في بابل وغيرها هو ضعف وارداتها المالية مقارنة بقطاعات أخرى مثل النفط ومزاد بيع العملة والمنافذ الحدودية الأمر الذي لا يصب في مصلحة أحزاب السلطة والمنتفعين منها